موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور محمد أمين الميدان يسعدني أن أشارك في برنامج آفاق فكرية وثقافية والذي تنظمه منظمة الإسيسكو فشكرا على هذه الدعوة وأشكر مديرها العام معالي الدكتور سالم بن محمد المالك لدعوتي للمشاركة بهذا البرنامج لقد اخترت عنوان لمداخلتي وهو هل يجوز تقييد الحق في ممارسة الشعائر الدينية في أماكن العبادة كلنا يعلم بأن الحق في ممارسة الشعائر الدينية منصوص عليه في معظم الوثائق الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان وهو من الحقوق التي تنطوي تحت ما يعرف باسم حرية الفكر والوجدان والدين ونذكر هنا بالمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والمادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 والمادة 18 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 والمادة 8 من الميطاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 وأخيراً المادة 30 من الميطاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 كل هذه المواد في هذه الوثائق الدولية والأقليمية ركزت على حرية الفكر والوجدان والدين ومن بينها بالطبع ممارسة الشعائر الدينية بشكل فردي أو بشكل جماعي ولكن أجازت في نفس الوقت هذه المواثيق تقييد هذا الحق إذا استدعت الظروف الاستثنائية دالي كالأوضاع التي تعيشها حالياً معظم البلدان الأوروبية والتي أغلقت دور العبادة وحضرت ممارسة الشعائر الدينية فيها بشكل جماعي نظراً للأوضاع الصحية الخطيرة بسبب تفشي وباء كورونا أو فيروس كورونا ويبقى هذا الحضر حضر ممارسة هذه الشعائر مرهوناً بتطور الأوضاع الاقتصادية وتحسن أجواءها وظروفها وهذا ما دفع على سبيل المثال الحكومة الفرنسية بالسماح بفتح دور العبادة اعتباراً من 29 من هذا الشهر أي شهر أيار مايو تحسن الظروف والأوضاع سمح برفع جزئي للإغلاق والحضر وشمل هذا السماح فتح دور العبادة اعتباراً من 29 من هذا الشهر لكن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية كان موضع احتجاجات من قبل الجالية الإسلامية هنا بفرنسا التي كانت تطمح لفتح دور العبادة وأقصد المساجد الإسلامية أيضاً ولكن اعتباراً من 23 أو 24 من هذا الشهر يوم المتوقع لاحتفال المسلمين بعيد الفضر السعيد أخيراً أريد أن أضيف بأن تقييد الحقوق والحريات هو استثناء على قاعدة أساسية ألا وهي احترام هذه الحقوق في كل البلدان ومع كل الظروف وفي كل الأوضاع ونذكر هنا بما هو متعارف عليه باسم النواء الصلبي أو النواء الأساسية لحقوق الإنسان أي مجموعة من الحقوق والحريات التي لا يمكن مخالفتها أو تقييدها بأي شكل من الأشكال وفي أي ضرف من الظروف وحتى لو كانت ظروف استثنائية أو ظروف تتعلق بكوارث طبيعية أو بقصد حفظ الصحة العامة أو النظام العام أهم هذه الحقوق التي هي من النواء الصلبي هي الحق في الحياة حرمة التعذيب والمعاملات غير الإنسانية أو المهينة حظر العبودية والاسترقاق والسخرة عدم رجعية القوانين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير اشتركوا في القناة